فرمان جديد لميليشيات قديمة هذه المرة يتعلق الأمر بأقراص منع الحمل وشرائها حيث يتطلب إحضار عقد الزواج أو حضور الزوج برفقة زوجته لا غرابة إذن إن كانت مطالب الميليشية سابقا تنحصر بملابس النساء وطريقة عرضها في الأسواق لتتجاوز ذلك السلوك من الخارجي إلى الداخلي من الملابس إلى خصوصيات الحياة الزوجية تحاول الميليشية مواكبة العصر بعقليتها البدائية حيث دأبت على إصدار قرارات اجتماعية تعمل على إعادة صياغة حياة الناس وإخضاعهم لسطوتها في صنعاء على وجه الخصوص يغرق الحوثيون في تفاصيل حياة النساء وتصرفاتهم معتمدين على منهج مؤسس الجماعة حسين بدر الدين الحوثي وما تتضمنه ملازمه الدرس الأول جاء بما أطلق عليه الإنقلابيون محاربة الإختلاط في الجامعات واتباعا تنتقل الدروس إلى إغلاق الاستراحات والمطاعم زعما منهم أنها تشجع على الرذيل ومؤخرا التدخل في شؤون الحمل والإنجاب عن فشلها في إدارة شؤون الناس وسرقة مرتبات الموظفين تغطي الجماعة الإنقلابية بهذه الفذلكات فضائحها حيث تضرب الأمراض السكان الذين يرزحون تحت خط الفقر وتنعدم الخدمات الأساسية ويتقلب الناس فوق سنوات الجمر في ظل سلطة ميليشيات إنقلابية تسير على خطى طالبان بحسب الكثيرين إذ بات التخلص من هذه المنظمة التي فاقت وحش سلوكها داعش والقاعدة أمرا ضروريا